دعا مختصون في محافظة النجف الأشرفة الحكومة الاتحادية إلى دعم القطاع الصناعية وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه هذا القطاع فيما طالبوا البرلمان العراقية بتشريع القوانين الاقتصادية المهمة ومنها قانون الشراك بين القطاع العام والقطاع الخاص مناقشة مشاكل القطاع الخاص في العملية الاستثمارية والعملية الصناعية هناك مشاكل عديدة منها مشكلة الطاقة الطاقة بنوعيها الوقود الديزل والكهرباء هذه مشاكل تجهيز الكهرباء غير منتظم والديزل والوقود لا يتناسب مع حجم الاستهلاك والاحتياج الحقيقي مشاكل تراخيص المصانع وهسا أكو مصانع مهددة نحن كمنظمة مجتمع مدني لمسنا الروتين الممل في الكثير من حلقات الدولة والتأخر في إصدار إجهازات المستثمرين والكثير من المعوقات بخصوص الضمان الاجتماعي ونقابات الحقوقيين المشكلة الأساسية التي يعاني منها رجال العمال في العراق هي البريقراطية المملة في الدولة العراقية الأتمة وتحديات تطبيقها على أرض الواقع كانت من ضمن ما طرح من نقاطة شخصة من قبل المعنيين والتي أسهمت بعدم اللجوء إلى استخدام النظم الألكترونية والاستفادة منها شكلتين حقيقيتين في بناء القطع الخاص هو أولا تعريف المفاهيم وثانيا ساعد دولة الجاد بالشراكة بكل المشاريع يجب أن تكون الدولة عينا على تلك المشاريع وليست شريكة في ذلك المشروع أو أي مشروع آخر إسراع بتفعيل القوانين الاقتصادية يعني هناك عدد من القوانين تحتاج إلى مراجعة وعادة النظر بها وموجودة يعني عند البرلمان من دورات سابقة واحد منها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قانون الضريبة قانون القمارك هذه كل القوانين تحتاج إلى إعادة نظر وتشرع بما يطلب مع فلسفة النظام هذا بما يتوأم مع فلسفة النظام البيروقراطية والروتين والنظم الإدارية القديمة عقبات كبيرة تقف أمام النهضة الاقتصادية والإدارية والتي لا يرغب لها بأن تكون حاضرة وسارية المفعول بكل التعاملات الحكومية ومفاصل الدولة العراقية التي تغلغل فيها الفساد والمحاصصة من النجف الأشرف محتزل عبودي زاكروس تيفي